السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حاكم اصدقائي المتابعين في قناة فوتر كوين فيديو جديد على قناتنا القناة المهتمة باخر اخبار العملات الرقمي بعد الفيديو اصدقائي رح تكلم عن احتمالية انهيار منصة بايننس وعملة تايدر او عملة اليو اس دي تي امن برش في فيديو اصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك تشترك لقناة تفعل زر الجرس حتى يبصلك كل جديد في عالم عملات الرقمي طبعا لا تنسك تنضم لقناة على التليجرام رح ترك لك الرابط اسفل فيديو او تقدر تنضم عن طريق الضغط على الرابط الموجود في بنار قناة خليكم معنا اصدقائي لبعد اندرو طبعا اصدقائي مخاوفة كبيرة من انهيار منصة بايننس وعملة تايدر طبعا انهيار هاي العملات ممكن تأدي الى انتهاء لسوق العملات المشفرة او انخفاض كبير لسوق العملات المشفرة يعني ممكن تشوف البيتكوين مناطق 10 الاف دولار او 8 الاف دولار طبعا اماننا الوحيد هو محافظنا عن منطقة ال 14 الف دولار في حال وصلنا مرة اخرى او لمسنا مرة اخرى منطقة ال 14 الف دولار فهو الامل الوحيد انه نرتد من هاي المنطقة حتى تتأكد الايجابية الواضحة للعملة طبعا شو بنسبلها التصريحات والاخبار طبعا بعد انهيار منصة FTX اعلنت منصة بايننس عن تقديمها لآلية اثبات الاحتياطي طبعا هو الاحتياطي الخاص بمنصة بايننس يلي بتحمية من الانهيار طبعا كان الاحتياطي للمنصة 2 مليار و 700 مليون دولار طبعا بعد الانتهاء التطقيق وتقديم الاثبات الاحتياطي تم نقل 2.700 مليون دولار من منصة بايننس الى محفظة خارجية طبعا هاي المحفظة من جهولة المصدر وكانت بتقول منصة بايننس انه هذا التحويل هو تحويل داخلي للمنصة يعني العملات انتقلوا من منصة بايننس الى محفظة خاصة بمنصة بايننس طبعا واللي رجع من القطع الى حد الان 200 مليون قطع رجعوا على منصة بايننس وباقي الدولارات موجودة في المحفظة المجهولة طبعا على الرغم من وجود تصريحات من بايننس بان هذه الخطوة كانت معاملة داخلية يعني هي معاملة داخل المنصة طبعا في بعض المستخدمين قالوا انه سيزي بايننس من قبل صرح وقال طبعا قال سيزي بايننس اذا قامت احدى المنصات لتحويل مبالغ كبيرة من اموال العملات الرقمية دون تحديد عنوين المحفظة فهذه علامة استفهام طبعا تستخدموا هاي التغريد السابقة لمنصة بايننس حتى يردوا على سيزي بايننس طبعا عندي مؤسس عملة دوشكوين عم يصرحوا بقول اذا افلست بايننس او تايدر فهنا سنتنتهي لعبة الاسواق العالمية للعملات المشفرة طبعا قال انه في حال انهيار بايننس او عملة تايدر رحشوف انهيار كبير لسوق العملات المشفرة طبعا شرح كلمة ستنتهي اللعبة ما معناها انه سوق العملات المشفرة رح يختفي او سوق العملات المشفرة ازلي وما رح ينتهي نهائيا لكن كل من ستنتهي اللعبة هي معناها الانهيار الكبير رح يصير بسوق العملات المشفرة طبعا عندي هجوم ثاني لسيزي بايننس من نوريل روبيني طبعا هذا احد اساتيث الاقتصاد الشهير طبعا والرئيس التنفيذي لشركة روبيني ماكرو اسوشوتيس طبعا اشان هجوم كبير على مؤسس منصة بايننس ووصفه بانه هو عبارة عن قنبلة موقوطة متحركة طبعا طالب بطرده من دولة الامارات العربية المتحدة طبعا قال روبيني انه لا يستطيع تصديق ان بايننس مسموح لها بالعمل في الامارات العربية المتحدة ووصف تشانج بينك زهاو بانه قنبلة موقوطة متحركة ويجب طرده من هذا البلد وعدم السماح له بالعمل طبعا وقال روبيني ايضا ان تشانج بينك زهاو سيصبح اسوأ من سامويل بانكيمان الفرايد الرئيس التنفيذي لشركة افتي اكس هو طبعا قال انه لا يتمتع بالمصداقية اكثر من سامويل بانكيمان الفرايد اللي هو مؤسس منصة افتي اكس يعني حاب يوصف مؤسس بايننس بيكذب مثل مؤسس منصة افتي اكس طبعا بالنسبة لأمنات المشافرة قال انه هو عبارة عن نظام بيئي فاسد تماما طبعا عبر تغريدي على تويتر قال انه سبع خصائص سيئة موجودة في سوق العملات المشفرة انه هي مخفية وفاسدة ومحتلون ومجرمون ورجال سيئون طبعا وكارنفال باركرز وشانج بايننس يعني وصف احد الخصائص السيئة في سوق العملات المشفرة انه هي مؤسس عملة بايننس او مؤسس منصة بايننس طبعا عندي اغفاض كمان في الفترة السابقة لعملة اليو اس دي تي وصلت سعره الى 97 سنت طبعا بدأنا خاف من العملات المستقرة مثل عملة بيو اس دي ويو اس دي تي يفضل تعتفوض برأس مالك ام اموالك على محفظة باردة بعملة اليو اس دي سي اصدقائنا اصدقائنا انكم وصلوا هاين الفيديو متمنى الفيديو كنت نالعجابك لا تنسى تشترك بالقناة فعز الجرس تضغط اللايك حتى وصل لك كل جديد في عالم عملات الرقمي مع السلامة ودومتم بخير